أولاً سنبدأ بتعريف الإظهار ما هو الإظهار ما هي حروفه الهدف أن نعرف الإظهار وأعدد حروفه الإظهار لغة هو البيان أو التوضيح الإظهار لغة هو البيان هو التوضيح يعني نقول بينت ووضحت من أنون الساكنة والتنوين الإظهار لغة البيان أن يكون شيء واضح ظاهر الصلاحاً إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة يعني عند الإظهار يجب أن يخلو من الغنة فإذا وجدت الغنة وجد خطأ في القراءة إذن الإظهار لغة هو البيان واصطلاحاً هو إخراج كل حرف أو كل حرف من مخرجه من غير غنة تفضل يا حسن إقرأ لنا تعرفوا لغة واصطلاحاً هو لغة البيان اصطلاحاً إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة إذن أن نخرج أحسن تبارك الله بك أن نخرج كل حرف من مخرجه بغير غنة غنة حروفه ستة وهي الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء همزة هاء عين حاء غين خاء وتجمع في أوائل البيت أو الكلمات أخي هاك علماً حازه غير خاصر أخي الهمزة هاك الها علماً العين يعني أخذ أول حرف حازه الحاء غير الغين خاصر الخاء إذن حروف لضار ستة الهمزة الها العين الحاء الغين الخاء ومجموعة في أوائل الكلمات أخي هاك علماً حازه غير خاصر ما هي حروف الإظهار يا وفاء شيدون حروف الأظهار ستة وهي الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء مجموعة في أوائل الكلمات أخي هاك علماً حازه غير خاصر أحسن تبارك الله بكذا حروف لضار ستة الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء مجموعة في أوائل البيت أخي هاك علماً حازه غير خاصر الآن سنرى أمثلة على كل حرف من حروف الإظهار نبدأ بالهمزة هناك قد يأتي الإظهار في كلمة واحدة وقد يأتي الإظهار في كلمتين وقد يأتي مثاله في التنوين فلو قلنا مثال الهمزة في كلمة واحدة قال تعالى وَيَنْأَوْنَ يَنْأَوْنَ نلاحظ أن النون عند ين النون هنا عليها سكون يَنْ يَنْ نلفظ النون بدون أي حركة يَنْأَ يَنْأَ فهنا نون ساكنة وجاء بعد النون الساكنة همزة فإذا أردت أن تبحث عن أي حكم من أحكام الإضار أو الإضغام والإخفاء أولا نبحث عن وجود النون الساكنة أو التنوين أن وجد نون ساكنة أو التنوين حتما لدينا أحد الأحكام الأربعة إظهار إضغام إخفاء إقلاب فإذا وجدت النون الساكنة أو التنوين فانظر إلى الحرف الذي يليها ننظر إلى الحرف الذي يليها يعني بعد النون الساكنة أو بعد التنوين طيب يَنْ أَوْنَ ماذا يأتي بعد النون يا نجاح؟ أستاذ حرف الألف همزة نقول همزة تمام تمام إذن الهمزة هي من حروف من؟ الزهار أحسنت من حروف الإظهار وبالتالي وجود النون الساكنة والهمزة معا النون الساكنة أولا ثم جاء بعدها الهمزة نقول الحكم إظهار كيف تقرأ؟ نقول وَيَنْ أَوْنَ يَنْ يَنْ نَلْفِظُ النون كاملة دون أي تغنة نقول وَيَنْ أَوْنَ وَيَنْ أَوْنَ وَيَنْ أَوْنَ أيضا مثال آخر في كلمتين قالت من آمن؟ من آمن؟ من نون ساكنة؟ وبعدها أيضا همزة من آ؟ من آ؟ هنا أيضا تقرأ بدون أي غنة نقول من آمن؟ من آمن؟ وأيضا في مثال التنوين رسول أمين اللام عليها تنوين رسول رسول نلاحظ أن اللام عليها تنوين وبعدها جاءت همزة نقول رسول أمين فمن قرأ رسول أمين خطأ كيف تقرأ؟ نقول رسول أمين رسول أمين من آمن؟ يَنْ أَوْنَ من آمن؟ رسول أمين ننتقل إلى حرف اله يَنْهَوْنَ نلاحظ أيضا النون الساكنة وبعدها ها يَنْهَ يَنْهَوْنَ النون الساكنة أيضا تقرأ يَنْهَوْنَ يَنْهَوْنَ من هذا؟ من هذا؟ من؟ تمام؟ سلام هي سلام هي التنوين وبعدها حرف اله سلام هي لا نقول سلام سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي سلام هي اقرأي لنا يا دعاء العبار اقرأي سلام هي حتى مطلع الفجر ودقيقي على وجود التنوين واله سلام هي حتى مطلع الفجر أحسنتي سلام هي أحسنتي بارك الله بك أرانا خطاب اقرأي لنا يَنْهَوْنَ 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 إِذًا دون أي تقلنا الآن نرى في العين والحاء أنعمت صراط الذين أنعمت أنعى أنعى أنعمت نون وعين وأيضا فصل لربك وانحر وانحى وانحى نون ساكن وحاء أنعى وانحى تمام؟ منعى من عمل فإنحى 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 جوك فإنح تمام نون ساكن وحاء نون وعين أيضا جنة عالية جنة عالية جنة عالية دون أي تقلنا عليم حكيم عليم حكيم وفي الغين أيضا قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغي فسينغي نون وغين نون وغين نون طبعا حتما نون ساكنة وجود النون المتحركة لا يعني لنا أي شيء بالنسبة للأحكام النون الساكنة والتنوين يعني مثلا على سبيل المثال نا نعبد إياك نع نع النون هنا مفتوحة فلا نقول هنا إظهار لماذا؟ لأن النون عليها الفتح نا نع نعبد نا نع النون عليها فتح أما في الأحكام يجب أن تكون النون ساكنة من غل من غل عفوا غفورا عفوا هنا التنوين عفوا غفورا وفي حرف الخاء قوله تعالى والمنخ نيقات والمنخ المنخ المنخ من خير وكثير الكثير من الذين يقرؤون ويتعلمون أحكام التجويد يخطئون في إظهار حرف الخاء إظهار النون الساكنة عند الخاء فيقومون بإخفائها يقولون فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا هذا خطأ الكثير يقرأها كذا هنا خطأ شائع نقول فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ذَرَّةٍ خَيْرًا ذَرَّةٍ خَيْرًا تمام لطيف خبير لطيف خبير اقرأي لنا يا نسيبة وَالْمُنْ خَنِقَةُ وَالْمُنْ خَنِقَةُ لَا تَأْتِي لَهَا لا نحن لحظة لحظة لا ثاني لها في القرآن هذا ليس قرآن تحته ولكن الآن سأقول لكم عنها إنما فقط من القرآن وَالْمُنْ خَنِقَةُ يعني النون والخاء النون والخاء لا ثاني لها في القرآن في كلمة واحدة طيب شهد معراثي اقرأي لنا من خير من خير إذن هنا النون ساكنة متى ما أعطيناها زمن يعني أصبح لدينا غنة نقول فمن يعمل مثقال ذرة خ من خير من خير من خير من خ من خ مباشرة إذن هذه هي أحكام النون الساكنة بالنسبة للإظهار أولا تعليل المثال يعني لو أتاك مثال فرضا الأنهار تجري من تحتها الأنهار نون ساكنة وها نقول هنا إظهار أظهرنا النون الساكنة عند الها أن ه أن ه نون ساكنة وها نقول أظهرنا النون الساكنة عند الها لأنها حرف من حروف الإظهار